كما أشار مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة سفير أسامة عبدالخالق إلى أن الطلب الفلسطيني للعضوية الأممية الكاملة يستند في أحقيته على عدد من الاعتبارات من بينها اكتمال أركان الدولة الفلسطينية وشدد مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة إلى أن الدولة الفلسطينية لها حدود تاريخية اعترف بها قرار الجامعية العامة رقم 181 بتقسيم فلسطين عام 1947 لافتا إلى ما تمتلكه فلسطين من علاقات دبلوماسية مع العديد من بلدان العالم بالإضافة إلى الاعتراف بها من قبل 140 دولة عضو بالأمم المتحدة يستند الطلب الفلسطيني لعضوية الأمم المتحدة الكاملة في أحقيته على عدد من الاعتبارات التي نعيد التأكيد اليوم على حجيتها على النحو التالي أولا أن دولة فلسطين دولة مكتملة الأركان قانونا وواقعا فهي دولة لها حدود تاريخية اعترف بها قرار الجامعية العامة رقم 181 بتقسيم فلسطين عام 1947 وأرض احتلت من قبل إسرائيل في يونيو من عام 1967 وسكان دائمون في الضفة الغربية وقطع غزة والقدس الشرقية وحكومة فعالة وعلاقات دبلوماسية مع العديد من بلدان العالم